أهلا بكم هجوم جديد على عمر أديب واتهاموا بأنه عميل سعودي إيه الحكاية وإيه التفاصيل دي اللي هنعرفها في الفيديو قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايه وكل اشتراك وتفعلوا بجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الاشعارات يلا بينا نطلق في التفاصيل الباس سلع بالتصرحات غريبة جدا عن عمر أديب واتهاموا بأنه عميل سعودي قالوا يا عميل يا سعودي انت ما بتتأثرش بلي بتخوف بالناس ده انت أول واحد هيركب الطيارة هو وعيلته وطبعا تصرحات محمد الباس دي جات بعد تصرحات عمر أديب بقى عن أي حاجة بتخد المصريين وبتخوفه اكتب كده في محركات جوجل عمر أديب لازم تلاقي اسمه كلمة تحذير المصريين مرة بيحذر المصريين من الدولار أو يحذر المصريين من المرض أو يحذرهم من الفقر المائي أو كمان بيحذر شيرين عبدالوهاب من الانتحار عمر أديب بقى له مدى مقضيها تحذيرات من أي حاجة لها علاقة مصر والناس بقت بصراحة بتخاف من تحذيراته اللي بقت بتخوف المصريين وهو اللي دايما بيخوف المصريين بمقولته الشهيرة القادم أسفل الكلمة دي بالنسبة للمصريين كتير أو لناس كتير كلمة عمز يقفوا مسلسل الوسي ما تفرقش كتير كله رايح القادم أسفل بس الطفوان اللي دايما يجي في كلام عمر أديب مش صراحة زي ما بيبرر دايما لأن كلام عمر أديب في الفترة الأخيرة بقى بيهدد المصريين وبيخوفه والكلام ده حس بيه الإعلامي محمد الباز اللي قرر يهاجم عمر أديب ويوضح للرأي العام إن أديب اللي بيطلب إن مساعدة ده مش أديب بتاع زمان اللي كانت شعبيته جاية لإنه صريح وحقاني أديب بتاع الحكاية بقى حدوتة سعودية مش مصرية والباز قالها واضحة بالفم المليانة قال له يا عمر يا أديب انت ولاقك لمن بالظبط وكمان طلب من الناس ما تصدقش عمر أديب ووصف كلامه بالهزل وإنه فعلا لو فيه مشكلة ضخمة أديب وعيلته مش هيتأثر هيروح يقعد في السعودية لإنه عنده كفيل الباز كمل هجومه على عمر أديب وقال عنده فلوس تكفيل بعد يوم القيامة وقال كمان عليه ده عميل سعودي عمر أديب بيقبط في السنة 42 مليون دولار والمبلغ ده محدش وصل ليه في الشرق الأوسط كله ومقابل المبلغ ده إنه يسوق للمشروع السعودي أكتر من المصري كلام الباز مش جديد على الناس اللي شافت سيادة المستشار مش بتاع الكرة طبعا وهو بيخبط على كتف أديب من كذا سنة لما مضى معا العقد وقال اللي بعد في الوقت ده الناس استغربت سكوت عمر أديب على الإهانة دي بس الصورة للأسف وضحت لما عمر أديب ظهر للناس الملفات اللي بيتكلم فيها وبيحاول يمسك العصية من النص بس أوقات كتير العصية بتفلت منه والأغرب بقى أنه بعد كل الكلام اللي بيخوف بالناس بيطلع يعمل فقرة أكل اللي بتعمل دعاية عنده محمد الباز مش أول مرة يهاجم عمر أديب في 2018 قال أن عمر أديب من مدرسة الجعجعة الإعلامية والمفروض يقعد في البيت وأنه ما بيفهمش من الأداء المصرحة اللي بيقدمه أي حاجة الغريب بقى أن عمر أديب ما بيردش خالص على الباز مع أن في الطبيعي أن عمر أديب ما بيسكتش على الحاجات دي وآخر مرة دخل في عركة مع نجيب سويرس لما قال عليه ميتاب بلاطي بس واضح أنه مش عايز يدي للباز شرف الخناء معاه لأنه الباز هاجمه أكتر من مرة وكل مرة عمر أديب كان عامل فيها من بنا بس الوضع لو زي ما قال الباز يبقى كده أديب عامل فيها من الرياض اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس على الكل عشان يوصلكوا كل الأشعارات واللايك عشان بيرفع الفيديو أسفكم في رعاية اللي هو أمن وحفظه باي باي